يعني سعيد جدا بحضور حضراتكم النهاردة والمؤتمر الصحفي دوت منجهز له بقلبنا فترة فيعني متشوقين جدا للقاء دوت ونقدر نشرح لحضراتكم بعض الافكار وبعض الامور المهمة جدا الحقيقة زي ما تقال احنا النهاردة بصدد ان احنا يعني نوضح لحضراتكم ونشرح لحضراتكم اطلاق الحزمة الاولى وانا مؤكد مرة اخرى الحزمة الاولى للتسهيلات الضريبية ممكن جدا لما هيتسمعوا الكلام تسهيلات ضريبية واي امور ضريبية تخيلوا ان احنا جايين نتكلم على امور فيها اعباء جديدة او فيها زيادات في الضرائب او زيادات في الامور اللي احنا على العكس تماما وبجد ويعني بقدر كبير من الصددك وحتشوفوا الكلام دوت على الارض احنا جايين بنفتح صفحة جديدة صفحة اساسها انه احنا كمصلحة ضريب كوزارة مالية وكمجتمع ضريبي بشكل عام ممولين مستثمرين عايزين تبقى العلاقة ما بيننا علاقة شراقة شراقة حقيقية الواحد عايز شريكه يكبر ويممه ويتوسع ويحقق ارباح عالية جدا ويبقى عدري ينافس ده الواحد عايده في شريكه واحنا كطرف اخر عايزين شركنا اللي هو مجتمع الاعمال والممول يبقى في الوضعية دي عايزين كل من يعمل في مصر يبقى عنده قدر على التنافس وقدر على التوسع وعلى زيادة اعماله ده شيء بيسعدنا لانه في الاخر احنا شريكه شريكه بنسبة معينة على حسب النشاط فبالتالي كل ما هيكبر كل ما نقدر نحقق بنسبة لنا الهدفين الهدف ان هو يقدر يتوسع ويشغل ناس ويقدر يصدر ويجيب موارد للدولة ويقدر كمان يدينا احنا جزء من الموارد دي نقدر نواجهها لكل الامور اللي حضراتكم عارفينها من حماية ومن مساندة للفئات الاولى بالرعاية وكل الامور التنمية البشرية وكل الامور الضرورية للدولة فده البداية واحنا بنتحرك من هذا الامر لما جينا نشتغل على هذا الامر وايه اللي ممكن نعمله كمرحلة اولى وانا بؤكد اي مرحلة اولى لانه في الاخر التطوير والتيسير هو ممكن ده ماينسات هو توجه ورغبة حقيقية وصدقة فبالتالي احنا مش هنتوقف اي مرحلة عن ان احنا كل شوية ندخل اصلاحات اضافية وتسهيلات اضافية تتعامل مع الحقائق على الارض وتتعامل مع الاوضاع اللي ممكن تكون بتوصل لنا واحنا مش غايبين عن المشهد وشوفنا يعني على مدار السنوات الماضية كتير من الحالات وكتير من الطلبات وكتير من الرغبات من المستثمرين سواء في شكل التجمعات الجماعية للمستثمرين من خلال اتحاداتهم وممثلينهم او حتى من حالات فردية بتجينا ساعات بتبقى ليها مدلول جماعي فالامور دي كلها كانت يعني في نظرنا وكنا على دراية بيها واحنا بنصيغ هذه الحزمة من التسهيلات وكمان عنا على تجارب الدولة النجحة تجاربنا النجحة السابقة احنا كان عندنا تجارب كتير نجحة سابقة احنا قطعنا شوك كبير او في الميكانة لكن كمان واحنا بنعمل الميكانة محتاجين نتأكد انه كمان كل الامور الماضية بنوجد لها حلول وكمان ان احنا ازاي نضمن الميكانة كمان بتعكس يعني اهتماماتنا وبتعكس احتياجات وارغابات القطاع الخاص فزي ما قلت العلاقة ما بيننا وما بين المستثمر والممول لازم يكون فيها تلس فاتحة واضحة جدا لازم يكون فيها استقرار ويقين وسهولة ويسر واللازم هو يتلقى خدمة يحس فيها انه حقوقه محفوظة وانه كمان حق الدولة برضو محفوظ لكن في اطار واضح جدا من المعاملات ومن العلاقة الجاية والحقيقة كتير من التحديات اللي بتقابل المستثمرين في مصر زي ما دولة الرئيس وضح هي تحديات مرتبطة بالتنفيذ والتطبيق ولو احنا عايزين نحل الجزريا هذه الامور لازم نعرف جزورها ايه وايه اسبابها الحقيقية وده اللي احنا بازلنا فيه مجهود كبير جدا الفترة الماضية عشان نقدر نوصل لازاي نعالج القصة من جزورها كتير من الحاجات دي بتبقى ساعات مرتبطة بقالية عمل وطريقة تطبيق عمل وطريقة تفكير وطريقة تنظيم فممكن مع عادة امور كثيرة نقدر ننجز اشياء ويحس على الارض بتسهيلات وبطفرة كبيرة في العلاقة وفي الاعباء وبالتالي في قدرته على المنافسة وعلى التوسع وعلى الاستثمار الاضافي اللي انا هقوله زي ما قلت هي مرحلة الاولى قبلة جدا لمراحل اخرى تضاف تدريجيا زي ما دولة رئيس وضح احنا النهاردة هنتكلم على الملامح وعلى الاجراءات نفسها لكن احنا كمان رأينا من اهمية هذا الموضوع وبناء على تشاور ان احنا كمان ناخد الاسابيع القادمة ان احنا كل اسبوع او ناخد مجموعة من هذه التسهيلات والاجراءات التسهيلات تحديدا اللي احنا بنقترحها نترحها لحضراتكم نترحها للشعب المصري نترحها للمجتمع الضريبي بعمق وبضقة وفي حاليا حوار وعلى استعداد كمان انه هذا الحوار يعني يفرز بعض المقترحات الاضافية وبعض الامور اللي ممكن ندمجها لانه في الاخر احنا عايزين حاجة نقدر كلنا نطبقها بنجاح ونقدر كلنا تحقق الغرض منها سواء لصالح المستثمر او حتى لصالح الدول بس خلييني اقول لحضراتكم بعض ملامح او بعض الاجراءات اللي احنا بنستهدفها اللي هتحاول ان شاء الله تتعامل مع بعض التحديات زي ما قلت وزي ما دالت رئيس برضو اوضح التحديات احنا عارفينها يعني ما احناش ولا احنا بننكرها ولا احنا ولا في رغبة لهذا الامر لانه احنا في الاخر لازم نتعامل مع هذه التحديات ونعالجها ونمشي لقدام ونغير الصورة الزهنية وانا بشكر على فكرة وانا اتكلم فيه النهاردة بشكر فيه كل فريق لعمل فضارة الملايا سواء وملائي سيد النائب وزير الملايا سواء سيد مساعد وزير الملايا استاذة راشا رئيس المصلحة للضرائب وكل العاملين انه اللي انا باعرضه النهاردة ده عمل جماعي ده عمل احنا تشارقنا فيه فكرنا فيه مع بعض وان شاء الله هننفزه وهندعمه مع بعض واحنا راغبين حقيقي ان احنا ننفزه بافضل طريقة وبالهدف الرئيسي ان احنا شركنا يجبر ويبقى اكدر قدر على المنافسة الدولية والمحلية ايه بقى مجموعة الاجراءات او التسهيلات اللي احنا بنتكلم عليها اول حاجة يعني وانا ما فيش الترتيب مالوش اي دخل بالضرورة من وجهة نظر بعض الكطاعات ايه الاهمية ولا لا لكن خلينا نتكلم على بعض الاجراءات واحد احنا دايما بنتكلم ان احنا عايزين القطاع غير رسمي يبتدي ينضم القطاع الرسمي وعايزين المنشآت الصغيرة تكبر ويبقى اكثر قدر على التنافس واحدة من التحديات الكبيرة اللي كانت عندنا ان احنا ما كانش عندنا في قوانيننا منظومة اساسا متكاملة لجذب هذي الشريح كان عندنا بعض المواد المنفردة اللي بتخاطب فئات منهم بشكل فردي بس ما فيش حاجة كاملة احنا النهاردة بنجهز وجهزنا خلاص منظومة متكاملة وانا بقول متكاملة يعني بتخاطب كل انواع الدرائب بتخاطب كل انواع الانشطة بتخاطب كل انواع الفئات للمنشآت الصغيرة شركات ريادة الاعمال شركات الناشئة الفري رانسرز الافراد اللي عندهم بيعملوا خدمات وبيعملوا عمل مهم جدا كتير منه حتى بيتصدر محتاجين وجد لهم الية متكاملة يقدروا يخشوا جوه المنظومة يقدروا بسهولة ويسر وببساطة يبقوا عارفين بالزبط ايه اللي عليهم وايه اللي ليهم طب ده بيساعدهم في ايه بيساعدهم ان هم طالما دخلوا في المنظومة بيقدروا بقى ايه روحوا يقدروا يتصدروا يقدروا يعملوا حقود كبيرة يقدروا ياخدوا تمويل يقدروا يتوسعوا يقدروا يكبروا فسو احنا قررنا ان احنا نعمل منظومة متكاملة بتخاطب كل انواع زي ما اقول الفئات حتى 15 مليون جنيه وبتخاطب كل انواع لانشطها وده اكبر حتى من اللي كان موجود كان فيه مادة موجودة في احد القوانين في جهاز المشروع المشروعات صغيرة واحنا الحقيقة اخدنا وطورنا على هذا وزودنا وعملنا بقى حاجة حاجة متكاملة بتخاطب كل انواع ما نكلمش هنا على الضرايب الارباح الداخل بنكلم على كل انواع بنكلم على قيمة مضافة بنكلم على الدمغة حاجات كتيرة قوي من ضريبة توزعات الارباح من ضريبة الدمغة من عديد من الامور اللي تخليهم عندهم قدرة على المنافسة تاني هدفنا ان هم نساعدهم ان هم يكبروا ويتوسعوا وعندهم قدرة اكبر على المنافسة فده دي حاجة مهمة جدا وده حاجة تساعدنا احنا عايزين نوسع القاعدة الضربية عايزين يبعندنا عدد مولين اكبر عايزين يبعندنا عدد من المولين اللي بيكبره زي ما قلت شريكنا ده لما بيكبر احنا معاه لوحدنا كده كشريك معاه بنبقى دعمينه لكن كمان بنستفيد دولة وهو بيستفيد و احنا كمان كحفيلة بنستفيد فدي حاجة هنبتدي بيها و واحدة من الحاجات اللي احنا بنترحها ان شاء الله و اللي هنبقى جدين جدا في طبقها وتنفيذها وبجدية جدا احنا كمان بنتكلم على امور اخرى ايه ممكن نعمله عشان نخلي فيه ثقة اكبر فحتى هذه المنشآت والمنشآت الصغيرة وشركات النشآت ازاي تيجي يعني حتى مش بس بنكلم على الاسعار دي ولا على الامور دي بنكلم حتى على تسهيل الامور تبقى الاقراءات اسهل وتبقى ابسط وتبقى توقيتات تناسبه ومتناسب السيولة عندهم فانتكلم فيها بتفاصيل الاسابيع القادمة بس انا حبيت اوضح دي واحدة من الحاجات المهمة جدا يعني طول النهار بنتكلم على ان عايزين نبسط نبسط فواحدة من الحاجات اللي احنا عايزين نبسطها النهاردة الحمدلله عندنا منظومة ممتازة الكترونية عندنا حجم هائل الحمدلله من الامور التكنولوجية والمنظومات التكنولوجية فواحدة من الحاجات بتحلينا معلومات جويسة جدا فواحدة من الامور اللي هنشرع عليها نبسط الاقرارات هنخلي الاقرارات ابسط بل ما الممول يبقى مطالب يملى في اخر السنة اقرار فيه ستين وسبعين صفحة ممكن جدا نختصر هذا الامر ونبسطه ونسهله لان الحقيقة بقت فيه معلومات كتيرة متاحة بشكل دوري وغيرها من هذه الامور ونفس القصة عن اخلق كتير من الوحدات لدعم المستثمرين لتقديم المساعدة ليهم وتقديم المشهورة ليهم واحدة من الحاجات اللي كان دائما بتجلنا طب احنا جماعة مستثمر الدولة الرئيسنا دا بتكلم على بعض الاستثمرات الجديدة وارد جدا يكون هذا المستثمر اللي جاي عايز ياخد حاجة مع الرأي المسبق عايز يعرف قبل ما يجي يشتغل في مصر هيعمل ايه بالزبط ايه حقوقه وايه التزاماته وايه حوافز بتاعته فاحنا بنفعل هذه الخدمة ليه دلوقتي ونفعلها بجودة جدا ونجيب اكفر الناس جوه المصلحة وفي ناس ممتازة جوه المصلحة هنستثمر فيهم عشان يقدروا يقدموا هذه الخدمة قبل ما يبتدي قبل ما يبتدي عارف رأسه من الرجله عارفي عنده يقين عنده رؤية واضحة جدا فهنشتغل على القصة دي ابنتكلم ان كان دايما واحدة من المشاكل اللي احنا ازاي نقفل بعض المشاكل وبعض النزاعات او بعض المشاكل ما بين المصلحة او وزارة المالية وحتى المستثمر هو فكرة انه كان يبقى احنا متشكين على كل حاجة ولو فيه اي نوع من الخلاف البسيط انه ما كان مشكلتنا ان احنا بدي عندنا الغرامات عالية جدا والغرامات بتبقى ساعات اضعاف 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 اصل الضريب ونجي نقعد بقى مش عارفين نعمل ايه ونحل ازاي ونعمل حاجة استثنائية ونعمل قانون استثنائي ونعمل حاجة احنا لا قررنا ان احنا بالتوافق وبالتعاون وبرضو احنا اي حاجة بنعملها بنبوصينا على الدراسات الدولية وبنبوصينا على ان على ايه اللي بيحصل برا وايه اللي بيحصل في المنطقة حوالينا احنا قررنا ان شاء الله ان احنا نعمل سقف الغرامات الغرامات لن تزيد عن قصة ضريبة لانه في الاخر احنا مش عايزين نعجز الناس ودورنا ان احنا نصرع حل هذه النزاعات ونقفل اي النزاعات في اسرع وقت ممكن وده هتحل جدا امور كثيرة وتخلي حل المشاكل اسهل واقدر وبشكل دائم انا ما بتكلمش على المرحلة دي بس فقط انا بتكلم بشكل عام ده حاجة مهمة جدا في بقى امور اخرى تانية مرتبطة بان احنا ازاي نوحد المعاملة ما بين كل المأموريات وكل المناطق وده عمل مهم جدا حقيقة مصلحت برايب امت بالموجود جبار للفترة الماضية عشان تجاهز لهذا العمل فكرة ان احنا النهاردة نوحد ما يبقاش بقى الراجل بين المصنع او بين ملفهم من حتة لحتة عشان فيه هنا معاملة وهنا معاملة احنا هنوحد هذه الامور بادلة اادلة هتطلع كل سنة وتبعاضحة جدا بتخاطب الجميع بتكلمه بوضوح وبسهولة وبتدي له حقوقه وهنخلق كمان اماكن لدعم تنفيذ هذا الامر بحيث انه المستثمر يقدر يتواصل محد والفريق اللي بيتواصل معاه ده يقدر يساعده ويحقق له كل امور احنا بنتكلم النهاردة على سيولة ومحتاجين ندي سيولة كبيرة للشركات ونساعدهم في هذا الامر عشان يقدروا يتعاملوا مع بعض التحديات واقدروا بسرعة يتباروا زي ما قلت ويمه دوتر ايس كان بيتكلم على البي اماي وده مؤشر مهم جدا فكرة انه يبقى فوق الخمسين ده معناها انه الاقتصاد او الانشطة الاقتصادية من وجهة نظر القطاع الخاص ومن جانبهم بدأت تتحرك لقدام بدأت انهم يحطوا فلوسوا ويستثمروا فجزء من هذا الاستثمار بيرجع ان يبقى سيولة يقدر يدخها في مستزامات انتاج وبالتالي يقدر ينتج ويحقق الرغبة فعشان نساعده في هذا الامر احنا بنعمل حاجتين مهمين جدا احنا بنطلق ان شاء الله برضو وهنقعد نشرحه لحضراتكم بالتفصيل حاجة اسمها نظام المقاصة المركزي ويمكن دي كانت واحدة من التوصيات مجلس الاعلى الاستثمار العام الماضي فكرة ان الممول بيبقى له قوق عند الدولة وعليه واجبات عند الدولة الدولة هتوفر له نظام يقدر يختار من خلاله ازاي يسوي هذه المبالغ يعني هو مثلا ممكن يبقى عنده مبلغ عند مصلحة الضرائم وعليه مبلغ تاني عند مصلحة الضرائم لنوع ضريبة تاني ضريبة عقارية ممكن يبقى عنده مصطحقات عند الجمارك وعليه سدد ضريبة عند مصلحة الضرائم المصرية هنسمح له بهذا الامر وهنسمح له حتى هذه المقاصة تشمل كمان جهات خارج حتى ودارة ملايه ومصالح ممكن تبقى الطاقة وبالتالي يقدر يستفيد من هذه الاموال ومصطحقاته مثلا مصطحقاته لدى سندوق دعم الصدرات مصطحقاته لو هو مقاول وعنده مثلا بعض الغرامات والتعويضات لو هو النهاردة حد ممكن يكون عنده رد ضريبة كما مضاف دي كلها مصطحقات بدل ما تبقى مجمدة لفترة ويبقى لازم يسددها في نفس نوع الضريبة أو في نفس نوع النشاط احنا هنسمح له ان هو يقدر يتحرك بيصرف هذا الامر وبنظام هو صاحب القرار فيه احنا بس بنيوفره البيئة والبنية التحتية التكنولوجية اللي تخليه يقرر هذا الامر ويوجه هذه الموارد كيفما يشاء مرة اخرى لتوفير سيولة تخيل بقى بدل ما هو يرؤي اقترد مبلغ عشان يروح يسدد بعض الاتذامات العالية للدولة والمبلغ دوت بيكلفه مبلغ من خدم الدين وغيرها وهو اساسا عنده مبلغ اخر متاح له بس هو مش عارف يستخدمه الا في المجال المحدد وممكن بيبقاش عنده في المجال ده اي اتذامات جديدة فطبعا ده عبق بيبقى كبير جدا عليه في نفس الوقت احنا الحقيقة الثاني الفتت عملنا قدر من تطوير في نظام رد ضريبة الكيمة مضافة لان ده حاجة كان برضو من الطلبات الرئيسية فكرة انه مثلا حد مثلا بيصدر فبالتالي بيبقى من حقه انه نرد له جزء ضريبة الكيمة مضافة اللي دفعها على مدخلات الانتاج وممكن تصل لشركات للمبالغ كبيرة احنا عملنا طفرة الثاني الماضية الحمد لله عملنا تحسين وتسهيل في هذه المنظومة ويمكن كان نتيجتها ان احنا عرفنا نرد مبلغ يقترب من 3 مليار جنيه للمواولين لكن احنا تموحنا اكتر من كده فاحنا عملنا نظرة اخرى على هذا النظام وبنكترح فيه تعديلات كبيرة جدا ان شاء الله من تبسيط ومن تسهيل ومن مراجعة دورة العمل والاجراءات وهدفنا باذن الله ان احنا النظام الجديد اللي هنطلقه لرد ضريبة الكيمة مضافة يبقى اكثر سهولة ويسر وهدفنا واضح هدفنا ان نرد مبلغ لا يقل عن 4 او 5 اضعاف ما تم رده العام الماضي وبالتالي سهولة ترجع تاني للممول يقدر يستخدمها في مجالات كثيرة جدا وكل اللي بقوله ده جماعة او يعني الزملاء او حتى المشاهد النهاردة اللي بنخطبه ومقطاع العمال دي حاجات احنا عارفين انها كانت تحديات بتقابل المستثمر واقطاع العمال والممولين وبالتالي احنا بتحاول يعني نبقى واقعين جدا ونحاول نتعامل مع تحديات ومع امور احنا عارفين انها ضرورية ومهمة النهاردة كان في في بعض قوانيننا وفي قانون الجراءات الموحد كان في بعض الامور اللي ممكن مع الطبي اثبتت ان احنا محتاجين ندي قدر من الوضوح فيها وتحسين فيها النهاردة كان الممول احنا بنطالبه ان هو يقدم اكراره بشكل منتظم وان هو يعكس فيه بعض المعلومات الضرورية ساعات كان بيبقى فيه تأخر الايام او الامور خارجة عن القدرة الممول ساعات بيبقى فيه تأخر نتيجة الظروف القهرية فكانت العقوبات يعني موحدة احنا بنعمل الوقت يدفعية تيسيرات بحيث ان العقوبات كمان متدرجة ويبقى فيها قدر من واحد عمره متأخر في اكرار ما ينفعش عامله زي واحد عمره مقدم اكرار لازم يكون فيه قدر من العدالة وقدر من المنطق في هذا الامر فاحنا برضو هنمسكنا الامور دي هنعمل فيها تدرج ووضوح عشان خاطر يبقى فيه سهولة ويسر ويبقى فيه قدر من الاهتمام برضو احنا كل اللي بنعمله ده بنطلب من المؤول حاجتين بنطلب من المؤول ان هو يسق فينا تدرجيا وان هو يخش معنا في المنظومات الالكترونية اللي هتحميه وهتحمينا احنا منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الاصال الالكتروني ومنظومة عموما تعديم الاكرارات وسداد الامور الالكترونية بتريحنا كلنا النهاردة لما بنتكلم على تحدي كبير جدا مرتبط بان احنا عندنا ملفات قديمة جدا لسه لم تفحص او لم تنتهي منها مع بعض لما بنتكلم على ان احنا عندنا نزاعات بها تاخد مدة طويلة جدا اصل القصة دي كانت غياب المعلومات الكافية من الطرفين النهاردة مع منظومة التكنولوجيا اللي احنا بنخلقها والحمد لله بدأت تشتغل بكوة النهاردة عارفين نقطع شهوك كبير اوي في حل هذه المشاكل طب هتقاملنا مشكلة كبيرة القديم بقى هنأمل في ايه فالقديم بقى هنجد له حل واحدة من تسهليات في هذه الحزمة الاولى هو ان احنا هنوجد حل لكل النزاعات القديمة والامور المتراكمة بشكل سهل وفيه يسر للجميع وفيه عدالة لينا وليه وفيه توضيح رؤية احنا النهاردة مش هنيجي نخاطب حد بعد احنا مثلا فحصنا حد بعد 7-8-9 سنين مش هنحمله بقى عباء بسبب ان احنا اتأخرنا في الفحص احنا اللي اتأخرنا مش هو اللي اتأخر فبالتالي هيبقى العلاقة واضحة جدا وهيبقى فيه امور تيسيرية في هذا العمر انما زي ما قلت الاسابيع القادمة هنبتدي نتكلم في هذه الامور بالتفاصيل وهنشرح على فكرة كل حاجة ما اللي انا بقولها دي ممكن يبقى فيها شرح وكمية تسهيلات اضافية جدا على اللي انا بشرحه في المجمل لكن محتاجة نقاش يعني ممتد نقدر نشرح فيه المادة دي بتاعنا ايه او القرار دوت صغته ايه او المادة في القرار دوت هتطلع زي وزي ما دولة رئيس قال احنا بنتكلم على حاجات كتيرة جدا ممكن تطلع في شكل قرارات ادارية لانه الحمد لله حتى القوانين المتاحة والقائمة جايدة وتسمح بهذا الامر احنا بنتكلم النهاردة عشان ده يتنفذ على الارض وعشان نقدر نتحرك لقدام احنا بنتكلم على امور كمان تنظيمية مختلفة جدا بنتكلم على امور لابد من احنا نستثمر وده هيحصل وخدنا عليه يعني دراسات كافية وجاهزين به احنا محتاجين نستثمر في اهم حاجة في المنظومة هو العنصر البشري في مصلحة الضرائب اللي احنا هنحملهم هذه الالتزامات الكبيرة محتاجين كمان نضمن ان احنا بنستثمر فيهم ودعمين ليهم ونديهم منظومة افضل للاسابة والحوافذ وكمان تكون مرتبطة بمؤشرات القياس الاداء واضحة جدا مرتبطة بخدمة للمموخل احنا عايزين نقدم حوافذ جيدة جدا لما المأمور او المصلحة ترد الدريبة ولما تقدر تعمل نظام خاصة مركزي وتسهل الامور لما النهاردة تخلص بعض المشاكل كل الامور دي هيتم قياسها وهيتم العمل على وضع منظومة حوافذ جيدة جدا ومنظومة متابعة جيدة جدا تضمن ان ده بيحصل على الارض وبفيها متابعة طالما احنا جديين هننجح احنا مش بنعمل هذا الاصلاح الا واحنا مؤمنين تماما انه في صالح الجميع في صالح الممول والمستثمر وفي صالح الدولة وفي صالح مصلحة الضرائب ووزارة المالية ده امور كلها احنا موعد زي ما قولنا لو بصينا للامر ان احنا شراكاء هيختلف الامر تماما تماما في هذا الامر في امور كثيرة اخرى تنظيمية برضو يعني ممكن نوجيزها سريعا لا يتمنى بنتيدي نشحها بالتفاصيل خلال الايام القادمة زي ما قولنا احنا النهاردة سواء المأموريات نفسها وتنظيم العمل سواء الادارات اللي هننشئها سواء الرأي المسبق سواء ادارات دعم المستثمرين حتى موقع المواقع الالكترونية ومراكز الدعم الفني هيبقى فيها تطوير كبير جدا وهيبقى فيها مساندة كبيرة جدا برضو بغرب التسهيل والتسهيل والتوضيح للممول على كثير من الامور المهمة جدا جدا اللي ضروري انه يقوم بيها وزي ما قلت اهم حاجة في هذا الامر او من الامور العوامل الرئيسية للنجاح هو ببساطة حضراتكم الاعلام والتواصل والتوضيح لانه في الاخر احنا عايزين نبقى بنوصل هذه الانتيازات والتسهيلات للناس بوضوح فيعرفوا انها موجودة ونقدر مع بعض نوصلهم انهم يقدروا يستفيدوا منها بوضوح انا يعني في الختام عايز او اكد على ان احنا كفريق جاهزين تماما لشرح كتير من الامور الاسابيع القادمة وان احنا هناخد هزي الامور بدقة جدا زي ما قلت في كتير من الافكار وكتير من خلاص الامور الجاهزة ازاي نقفل كل الملفات المتراكمة وازاي نقدر نفتح صفحة جديدة هناخد وقتنا في الشرح وفي التوصيل المعلومة وكمان في الاستماع لاي مقترحات اضافية وباذن الله ده يساعدنا كلنا ان احنا ان شاء الله في المرحلة الاولى دي وفي الحزمة الاولى وان انا بقى مرة اخرى انها الحزمة الاولى ولاسة الاخيرة ان احنا نقدر نعمل نتائج كبيرة ملموسة تعالج كتير من القضايا والاعباء اللي كانت متراكمة والنزاعات والخلافات وكمان تفتح لنا صفحة جديدة وتخلينا نقدر نتوسع في القاعدة الضربية وربنا وفقنا كلنا وان شاء الله باذن الله تبقى فترة افضل الفترة القادمة اشتركوا في القناة